الحاجة اللي تستحق الترند هي انه تتكلم مع عالم يعني حديث مع عالم حديث مع مفكر مهم حديث مع حكيم دي الحاجات اللي تطلع ترند بجد لانه هنا لو الناس قدرت العلماء وأبحاثهم اعرف ان البلاد اللي فيها ناس زي كده بتطير في السماء ضفنا العزيز هو دكتور أحمد العليمي العالم المصري والباحث بالمركز القومي للبحوث منورنا اهلا سلام عليكم ازاي الصح الحمد لله كله تمام كله تمام الحمد لله بقى احنا قرينا انه دكتور أحمد العليمي عمل مجموعة من الأبحاث قدت إلى طفرة في مجال انتاج الأعلاف انه عمل يعني مش عادي بقى من نسميها تركيباء يعني أبحاث ما تؤدي إلى انتاج أعلاف بمكونات محلية خالصة وفي نفس الوقت تحتفظ بقيم غذائية عالية جدا وفي نفس الوقت يبقى سعارها أهدى كتير من الحاجات التانية لا اشرح لي لأننا مشانا العالم بقى بالضبط واخد شوية اتجاه التغذية الحديثة في علوم الحيوان وخليني أوضح لحضراتكم للسادة مشاهديني الفرق ما بين التغذية والتغذية الحديثة يمكن احنا خلال المئة سنة اللي فاتوا كل الناس اللي اشتغلت في التغذية كانت بيتهتم من هي ازاي توفر العناصر الغذائية للحيوان خصوة احنا نتكلم عن الحيوان الزراعي الحيوانات المنتجة للحوم وللألبان وللبيض والانتاج كله ازاي توفر الله العناصر الغذائية بأعلى جودة وبأقل تكلفة وبأحسن صورة بحيث ان الحيوان نفسه يستفيد منها ويقدر ان هو يطلعها في صورة الانتاج اللي احنا عايزين والانتاج ده محتاج ان هو يكون بكواليتي أو بالجودة متميزة ومحتاج ان هو يكون اكبر كمية في اقل وقت وكان العلم بيقفل حد كده ان انا عاوز اوصل للمرحلة دي لكن في الحقيقة ابتدى للاتجاه من 10-15 سنة يضيف نقطة صويرة كمان مع الحفاظ على صحة الحيوان وهي دي للتغذية الحديث ان انا محتاج ان احافظ على الحيوان لان الحيوان ده يعتبر رسمالي هم نتكلم على الحيوانات مزرعية مش بس عشان الانتاج لكن خلينا نقول الحيوان ده برضو بيطلع لي فضلات باستخدمها كاسمات للأرض الزراعية وبالتالي بغز الأرض الزراعية علشان اقدرنا نأخذ الانتاج منها واستفيد به خلينا نقول كمان ان هو في بعض الاماكن او في بعض المجتمعات بيعتبر مغزن للصروة يعني احنا مثلا اهلين الفلاحين يقول انا هبيع البقر دي علشان اجوز ابن فهو بيعتبرها بالنسبة والراس مال بشبس انتاج ومو تكون اصلا ما بتجيبش انتاج لكن هو عاوز يوصلها ان هو يقدر ياخد راس المال ده وبالتالي ابتدأت ان انا استخدم التقدم العالي جدا في التحليل المعملية والصورة الهيلة في علوم الكمبيوتر او في علوم البيانفروماتيكس او المعلوماتي الحيوية ان احنا نفهم ايه بقى اللي بيحصل جوه الحيوان ازاي الاكل اللي انا بأكله الحيوان ده بيخرج في صورة انتاج وبتالي ان انا اشتغل على التحسين التغذية او ان انا اضيف مجموعة من الاضافات عشان الحيوان يقدر يستفيد بالاكل اللي انا بأكلهله خلينا اقول لحضراتك والاستادة مشاهدين ان اي مشروع انتاج حيواني بنتكلم يعني زمان لما كانوا علمونا في كلية الزراعة في البكاريوس بيقولوا التكلفة بتكون من ستين لسبعين في المية من اجمال الانتاج تغذية بس دلوقتي احنا بنتكلم على تكلفة تغذية المشروع بتوصل لخمسة وتمانين في المية مع زيادة الاعلاف والمشاكل الاقتصادية العالمية اللي احنا بنتكلم عليه فاي توفير في تكلفة العلاف او ان انا احسن من جودة العلاف او كفاءة استخدام الحيوان للعلاف يعني انا عاوز الحيوان ده يستكذم العلاف باقصى صورة ممكنة بحيث يبقى الهادر منه في الفضلات اقل ما يمكن والحيوان ده يقدر يحافظ على حياته يقدر يحافظ على صحته يقدر يحافظ على منعته علشان يديني الانتاج